أن الرجل قد يلي من العمل في البيت ما يليه النساء في العادة فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال لي أبي ذر إذا طبخت مرقة فأضاف الطبخ إليه فقد يلي الرجل في بيته ما يكون من شأن أهله في العادة وليس في ذلك نقص فإن سيد الوراء صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما سئلت عائشة كيف كان في بيته قالت كان يكون في مهنة أهله يعني في خدمتهم وإعانتهم وقضاء حوائجهم وليس في هذا نقص بل هذا من كمال سجايا الإنسان وطيب أخلاقه أن يشارك أهله في ذلك